بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية أخرى يقول الدعاء هو العبادة فيبين سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أهمية الدعاء في الشريعة وأنه جزء كبير من الشريعة حتى كأنه هو الشريعة كلها ولذلك يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم خطورة الدعاء والدعاء له ألفاظ وله صيغ وله آيات نزلت في القرآن الكريم وخير الدعاء هو الجوامع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على زوجته وهي تذكر في الصباح وتقول سبحان الله وظلت تذكر نحو ساعتين أو سلاسة فلما عاد إليها صلى الله عليه وسلم قال والله لقد قلت كلمة وزنت ما قلتيه وزادت عنه قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ليبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن جوامع الدعاء وجوامع الذكر لها من الفضل الكثير والكثير وقد طالعتنا آيات القرآن الكريم بأدعية جامعة يقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء الجامع الذي يشمل الدنيا والآخرة ويشمل سائر الحسن ما من شيء حسن إلا وقد سألت الله أن يعطيك إياه بهذه الصيغة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهذا من جوامع الدعاء أيضا فهو يدعو الله سبحانه وتعالى بعدم صرف القلب عن الله ويقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما أعظمها من دعوات وهكذا كلما تنقلت بين آيات القرآن الكريم وجدت العبرة والعظة ووجدت جوامع الدعاء وقد ورد في قصة نبي الله يونس عليه السلام أنه حينما اشتد به الكرب دعا الله سبحانه وتعالى بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي قصة نبي الله موسى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فما أوثق هذه الدعوات وما أعظم هذه الكلمات التي ينبغي على العبد أن يتمسك بها وأن يتمثل بها حينما يكثر العبد من قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي دعوة المكروب والله سبحانه وتعالى هو الذي يفجر وهو الذي يفرج كرب كل مكروب وحينما يقول العبد رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهي دعوة المحتاج الذي يسأل الله سبحانه وتعالى الغنى في الدنيا وفي الآخرة ما أعظم أن تتمثل دعاء القرآن الكريم وأن تنتهجه في حياتك وثم تقسم آخر من الدعاء هو دعاء النبي الأمين حينما يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم الجوامع من الدعاء والجوامع من الكلم فيقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غالبة الدين ومن قهر الرجال ما أعظم أن يغتنم المسلم دعاء القرآن ودعاء النبي الأمين الذي صح في سنته ويكون هذا نهج دعائه فيقول قد دع الله بجوامع الدعاء وسأل الله الخير كله وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته